عدة بسطات مصيرة كتبها أفخاي أدرعي اللي هو المتحدث باللسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي وأيضا إيدي كوهين لوظابة المخابرات الإسرائيلي وغيرهم وهنشوف الأول أفخاي أدرعي كتب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ده طبعا آية في القرآن وكتب عليها أن واصل تصفية دواعش حماس بلا هوادة ونشر الصورة دي لحوالي 52 واحد من قادة حماس وكتب عليها مخربون تابعون لمنظمة حماس الإرابية الذين تمت تصفيتهم من قبل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام أيضا كتب إيدي كوهين زابط المخابرات الإسرائيلي انهيار حساب غزة الآن في التليجرامة الذي يحتوي حوالي 2 مليون متابع منذ السابعة صباحا لم ينشر أي شيء انهيار وراء انهيار وكتب أيضا هل حماس فكرت بأننا سنعطيهم ورود بعد عدوانهم علينا القادم أعظم بكثير لا خطوط حمراء بعد الآن حتى الاستسلام شيرين عرفة كتبت مصدر بجهاز الاتصالات يصرح للقاهرة 24 أنه لا يمكن لشركات المحمول المصرية مد نطاق تغطي عطيها لداخل قطاع غزة لأن قانون الاتحاد الدولي للاتصالات لا يسمح بذلك إيدي كوين كتب تركيح حماس واجب عربي خليجي هدى جنات كتبت حماس تقول أنها تفاجأت بدخول أمريكا للشرق الأوسط بأساطيلة ولم تكن تتوقع ردة الفعل هذه كانوا يعتقدون هذه المرة ستمر مثل كل المرات صواريخ وأتلوا شوية هدنة وتأتيهم مليارات الدولارات يصرفوها في سنة أو اثنين ومجددا صواريخ وعملية وكذا لكن هذه المرة ارتكبتم مجزرة فظيعة رعاها العالم بأسرة لهذا السبب قرر العالم إزالتكم ولو أدى ذلك لحرب عالمية ثالثة هم مستعدين لها وأصلا لا أحد سيدخل الحرب من أجلكم ارتكبتم حماقة مجرد بيضك إيراني تم استخدامكم والتخلي عنكم إيدي كوين كتب بعد أن تم توبيخ الخارجية السعودية على كلمة احتلال الخارجية السعودية تحذف كلمة احتلال من البيان شريف جابر كتب ضد ما يحدث من عدم اقتراس لحياة الأبرياء في غزة ضد ما حدث في إسرائيل مع إيجاد حل عسكري عقلاني بأقل الخسائر البشرية لمحاسبة كل من ارتكب درائم 7 أكتوبر وضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى مع إزالة تنظيم حماس وأي تنظيم إسلامي آخر رغم علمي بأن هذا لن يحدث دون حرب لأن التنظيم مدعوم من أطراف سالسة لغراض سياسية ليس لها علاقة بالمقاومة المقاومة وإزالة إسرائيل هي غطاء وهمي مطاط لأهداف أخرى بما فيها مليارات الدولارات التي تدخل في جيوب زعماء هذا التنظيم الذين يعيشون في الكسور في تركيا وقطر مع إزالة المستوطنات الإسرائيلية الغير معترف بها دوليا من الضفة الغربية ويرجحها للفلسطينيين مع الحوار الذي سيؤدي لأن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وضعين المستقبل أمامهم تاركين الماضي لما كان وانتهى ضد احتقار بعض الإسرائيليين للفلسطينيين أيضا ضد احتقار بعض المسلمين لليهود وتلقيبهم بأحفاد الكردة والخنازير أيضا ضد استغلال الحرب وصور الفضاء التي تحدث في غزة من أجل الريتش واللايقات أيضا ضد أن تخاطب باستعلاء واستقواء فارغ وتنادي إلى الحرب وانت قاعد على الموبايل بتشرب الشاي ومش فاهم أبعاد اللي بتتمنى حدوثه أيضا ضد المراهقة الثقافية والجهل السياسي وأيضا مع السلام من أجل الحفاظ على حياة الإنسان حتى لو كان على حساب أي أرض حياة البشر أهم من أي قطعة أرض إيدي كوين كتب قوتنا الباسلة دخل شمال قطاع غزة منذ أمس ولا تصدقه روايات الفلسطينيين الكاذبة هدى جنات كتبت بالمنطق والعقل والواقعية إسرائيل عندها 200 رأس نووي بر جوبح يعني على الغواصات التي لا يعرف أي شخص مكانها وعلى الطائرات التي يمكن أن تحلق بها لأي دولة وتضربها وبر في قواعد تخيل معي بقى جنرالات التيك توك والتويتر الذين يطالبون دولهم بخوض حرب هل يعلم هؤلاء ما معنى حرب بين دولة ودولة؟ إسرائيل لا تريد إبارة غزة لأنها تعلم أنها في مواجهة تنظيم يسيطر على مدنيين ويستعملهم كدروع بشرية لهذا السبب تتعامل بتعقل وتحاول إعلام الناس قبل قصف المباني وتطالبهم بالرحيل من الأماكن التي تريد قصفها بساعة هذه ليست حرب هذه محاولة استياض حماس من وسط المدنيين لكن إذا كانت هناك حرب حقيقية بين دولة ودولة فإسرائيل لعى الحق في استعمال النووي للدفاع عن نفسها وهذا مشروع لها في مجال حق الدفاع عن النفس يعني ما أريد قوله من كل هذا لأولئك الحمقى الذين يلعبون بكلمة حرب ولا يعرفون معناها الحرب يعني أنه إذا سقطت عليك قنبلة نووية فهذا جزء من الحرب لا تقول لي بقى شرعية ولا إنسانية ولا أسلحة محرمة الحرب هي الحرب كل واحد يستعمل فيها كل ما عنده من قوة وإنت إذا كنتش قد النووي إجلس وإنت ساكن كما تفعل روسيا حاليا كلما شافت نفسها ضعيفة أو محصورة تهدد بالنووي كذلك باكستان مع الهند والعكس صحيح كذلك كوريا الشمالية يعني الحرب ليست كلمة تطلقها من لسانك خلاص الحرب مع دولة نووية قد تعني فنائك للأبد أنت وشعبك ووطنك هذه هي الحرب التي تطلبها وأنت متحمس لها وكأنك تشاهد معركة من معارك الزير سالم لهذا السبب الأنظمة العربية تعرف أن النسبة كبيرة من جماهيرها مخدرة لا تعرف ماذا تقول ولو كان بوسع السيسي أو مالك الأردن أن يحدث شعبه بصراحة لألهم حرب من يخواني طب ويسا ضربونا نووي أنتوا يرأيكم شاركونا في التعليقات ألف أوميجا كتبت الزمن 15 فبراير 2015 الحدث استشهاد 21 كبتي زبحا على يد داعش المكان في العراضي الليبية ولأول مرة في التاريخ المصري الحديث يقوم رئيس الدولة بالانتقام للمصريين مسيحيين في اليوم التالي مباشرة اللي هو 16 فبراير 2015 في ضربات جوية على معاقل إرهابية داعش وأعلن مقتل 40 داعش أين على الأراضي الليبية النتيجة فرح المصريين جميعا لسيطارة الدولة المصرية على الموقف وأعادة حق الشهد نيجي بقى لموقف تاني في الزمان 7 أكتوبر 2023 حدث إرهابي حماس يقتلون 1400 إسرائيلي على أرضهم النتيجة قامت إسرائيل بالرد على مقتل مواطنية على أرضهم وقام العالم العربي بإعلان شجبه ولسان حاله ما تموتوا أنتو سكتين شن الإعلامي المتميز والكاتب إبراهيم عيسى هجوبا شديدا على حماس في حلقاته الاثنين 23 أكتوبر 2023 حيث قال أي عي المعد على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقيه بيهاجم الحكومة المصرية ويزايد عليها وينتقدها خلاص ماشي هو حر لكن خلي بالك مش أي فيديو جاي لك تعتبره حقيقي وتشيره زي اللي بيقول أن مصر بعت شحنات فاضية فعلى الأقل ما تنجرش وراه لكن أنت حر أنك تنتقد الحكومة المصرية لكن بقى لو أول ما نيجي ناحية حماس لأ الحق دي حكومة متوضية بقى ويبقى العذر أنها بتحارب وتقاوم أولا حماس بتسمي نفسها حركة مقاومة لكن هي حكومة على فكرة حكومة حماس في غزة يعني كل ساعة مظاهرات من الإسرائيليين ضد نتنياهو وبتلعنوا في إسرائيل وبتضعوا في أوائل الفاشلين وتطالب بمحاكمته والعساكر الإسرائيليين لما بيزورهم بيتهموه أنه سبب فشل الحكومة كل ده عادي في إسرائيل اللي فجعت يوم 7 أكتوبر اللي فات إنما لما تيجي تتكلم عن حماس لا فوق لنفسك دي مقاومة ليه هو كل واحد يرفع شعار المقاومة يبقى مقاومة على فكرة أبو مصعب الزرقاوي كان بيقدم نفسه على إنه مقاومة برضو ضد الاحتلال وكان يوم يقتل مسيحيين ويفجر كناس ويطرد المسيحيين من بيوتهم ويوم تاني يفجر مساجد الشيعة ويموت مئات ويوم غيره يفجر مكاتب الأمم المتحدة وفي الآخر يقولك أنا مقاومة مقاومة إيه دي؟ هو أي حد بيقول على نفسه مقاومة يبقى مقاومة طب ما هو منظمة أبو نضال كان بيقولوا عن نفسهم إنهم مقاومة برضو وكان بيتدفع لها عشان تقتل ويقتلوا الفلسطينيين قبل أي حد ودي حداد اللي كانوا بيخطفوا طائرات دول برضو كانوا بيقولوا عن نفسهم إنهم مقاومة اللي كانوا بيخطفوا الرياضيين هل دول أفادوا القضية الفلسطينية؟ فما تقول ليش بقى إنك مقاومة أنت بالنسبة لي مش مقاومة أنت بالنسبة لي أنا مش معترف بيك مقاومة لأنها المفروض تبقى مقاومة رشيدة وعقلة ويكون شعبها أول حاجة لكن حركات بقى انتحرية زي اللي عملتها ما تفرحنيش أبدا دي مقاومة غير رشيدة دلوقتي حماس حركة بتقول إنها حركة مقاومة وما فدتش الشعب الفلسطيني بحرف بقى لها 16 سنة 16 سنة تحكم غزة طب يا حكوم عملت إيه للشعب الفلسطيني؟ المفروض أي حكومة دخلة على حرب تبقى عاملة احتياط غزاء ودواء لكن هي عملت احتياط إيه؟ عملت احتياط زخيرة يقولك سمود الشعب الفلسطيني سمود إيه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ حد يقول لي سمود إيه بتاع الشعب الفلسطيني ده غير إنه بيموت 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 قصفوا هدن وضرب مستشفيات وتقول لي سمود اللي هو هي خلق حد يقول لي يبقى حكومة رخصة شعبها ومش فارق معها بقى إنهم يموتوا ويقولك في سبيل القضية الفلسطينية طب هي إيه القضية أصلا؟ أنجزت إيه للقضية؟ ولا أي حاجة إحمى قصاد حكومة ما بنتش ملجأ واحد لشعبها دخلت ست حروب وما بنتش ملجأ حتى الأنفاء غير مسموح للمدنيين بدخلها العساكر بس اللي يدخلوا الأنفاء حكومة لمدة ستاشر سنة ما بنتش مستشفى جديدة ما بنتش مدرسة ما بنتش مصنعة ما زودتش مساحة زراعية فدان واحد ما زرعتش غط موالح جديد في غزة ما زودتش صيادين غزة مركب واحد أو حتى مطور مركب واحد ستين في المية من الشعب عايش على المساعدات الدولية وانت عارف كده وفي الآخر تدخل حرب وانت عارف نتيجتها أن المساعدات الدولية دي هتقف يعني بتجوع شعبك يبقى أنا كده لا حكوبة ولا نيلة لأنك ما بتعملش حاجة لشعبك لعلمكم اللي بيصرف على غزة حتى الآن خمسين في المية من السلطة الفلسطينية هو ما بيفكرش أصلا في الشعب الفلسطيني هو بيفكر فقط في مشروعه السياسي العسكري وإيه الفايدة بقى وإيه النتيجة من كل القصة دي عارفين إيه إحراج مصر وتورطها يا أخي اللي عايز مصر تصطديف الفلسطينيين طب ما تكلموا قطر ما هي بتحب الإخوان المسلمين وبلد متحمسة ومكتادرة وطلعت أسرة كمان بواسطة قطرية في ريت قطر تعجر طيارات العالم كله بفلوسهم وينزلوا بيها في غزة وينقلوا الفلسطينيين كلهم لقطر والعلمكم حماس بتتلقى 400 مليون دولار سنويا متيجي من قطر لبنوك إسرائيل ليه من قطر لبنوك إسرائيل واخدين بالكم وتستلمها حماس طب هل 16 سنة طلعت حماس كشف حساب أو حتى موازنة واحدة للشعب الفلسطيني أبدا طب ليه لأنها ببساطة خطفة الشعب الفلسطيني أكبر خوانة للقضية الفلسطينية هي حماس أنا عايز طب منكو بس حماس بتأكد أنها في حالة الهجوم البري ستكبد إسرائيل خسائر كبيرة فهل فعلا لو حدث ده يبقى انتصرنا لو يعني لو حصل يعني كده يبقى انتصرنا يا راجل ده إسرائيل بتدخل دلوقتي الضفة الغربية بكل حرية وتقبض على الفلسطينيين بكل أريحية بعد ما كان لا أحد يجرؤ يعمل كده انتو هي رأيكم شاركونا في التعليقات